اشتراك مع اشتراك في القناة بمقدمة لمنخفض جوي جديد هذا المنخفض الجوي المتوقع أن يصل المملكة مع ساعات مساء يوم الأحد ويستمر في تأثيره حتى يوم الثلاثاء بفترة زمنية وتعتبر طويلة نسبيا وبالتالي ونالك حالة جوية تحمل الأمطار والبرودة الشتوية للمملكة تستمر لعدة أيام. من خلال هذا الملخص نراحظ معكم مقدمة لمنخفض جوي تبدأ بالتأثير اتبارا من ساعات بعيد انتصاف الليلة القادمة خلال فترة العمل بأتوقيت الصيفي يتمتد هذه المقدمة في تأثيرها يومي الجمعة والسبت تكون على شكل ارتفاع في درجات حارة نهار غد الجمعة لكن مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وفرصة لهطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في مناطق متفرقة عشوائية من المملكة. يوم السبت تزداد هذه المقدمة بالتأثير على المملكة انخفاض في درجات حارة وتهيئة الفرصة لهطول زخات رعدية متفاوطة الغزارة من المطر في أنحاء عدة من المملكة تطال بذلك أيضا المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة توقعات بأن يبدأ تأثير الفعلي لهذا المنخفض الجوي تدريجيا نهار يوم الأحد ويكتسب التصنيف الثالث أو درجة الثالثة وفقا لمؤشر تقصي العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية هذا المنخفض الجوي متوقع أن يكون بحسب آخر التحديثات من الدرجة الثالثة يبدأ تدريجيا تأثيره الفعلي لنهار يوم الأحد ويمتد حتى الساعات صباح وظهيرة الثلاثاء القادم بمشيئة الله إذن أجواء باردة شتوية ممطرة متوقعة بداية ووسط الأسبوع القادم والذي يتزامن أيضا مع بدء شهر نيسان أبريل وبالتالي بداية شتوية للشهر القادم نعود معكم لتوقعات الليلة القادمة تساعد درجات مئوية هي الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان مع ارتفاع في درجات الحارة مقارنة بأليان الماضية وظهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية يتخللها بعيد انتصاف الليل بعض السحب المنطرة وبالتالي فرصة لهطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار خلال الليلة القادمة ويوم الغد بالذات فوق المنطقة الشمالية كمان نلاحظ معكم توقعات لثلاثة أيام القادمة يوم السبت ترتفع فرص زخات رعاديا الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائيا من المملكة يوم الأحد تذريجيا أثناء النهار بالذات مع ساعات بعد العصر والمساء يبدأ التأثير الفعلي للمنطقة تتحول الأجواء مع ساعات ليلة الأحد على الأثنين إلى باردة غائمة عاصفة ماطرة شتوية وتستمر هذه الأجواء في تأثيرها حتى بداية ومنتصف الأسبوع القادم والذي تتزامن مع بدء شهر ميسان وبالتالي بداية شتوية باردة ممطرة للشهر القادم كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء اشتركوا في القناة